من هم تلميذ المسيح خليني أعطيك صورة ولو مبسطة صغيرة رح أقرأ بعض الآيات من كلمة الله من الإنجيل المقدس بحسب بشارة متى الإصحاح العاشر رح أقرأ من الآية الأولى ثم دعى تلميذه الاثنى عشر وعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه الأول سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخوه يعقوب بن زبدي ويحن أخوه فليبوس هؤلاء الخمسة الأولى طبعا الحلقة المصغرة والأربعة الأولى الخمسة الأوائل جاءوا من بيت صيدة عند بحيرة طبرية في الجليل ثم أحباء منواصل فليبوس وبرتلوماوس تومة ومتى العشار يعقوب بن حلفة ولباوس الملقب تداوس سمعان القانوني طبعا في بشارة لوقة سمعان الغيور ويهوذة الإسخريوطي الذي أسلمه هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وفيما أنتم ذاهبون لاحظ السلطان سلطان المسيح اللي بيعطيه للتلاميذ اكرزوا واحد قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات اشفوا مرضى اتنين تلاتي طهروا برصا أربعة أقيموا موتى خامسا أخرجوا شياطين مجانا أخذتم مجانا أعطوا هاي الإرسالية كانت للاثنى عشر تلاميذ يسوع المسيح ولاحظوا هاي الإرسالية بسميهم التلاميذ دعا تلاميذهم وعطاهم سلطانا يعني سلطان رسولي اللي هم الرسل أصبحوا رسل يسوع المسيح طبعا هم تبعوا يسوع المسيح الرب يسوع دعاهم بالكلمة المشهورة اتبعني وعندما تبعوا يسوع المسيح تركوا كل شيء ثم أصبحوا تلاميذ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا